احنا جيبنا خبير تحكيم أجنبي ليه؟ أساس الموضوع يطور التحكيم كان عندنا رجل مصري كان بيدير قبل الاثنين الأجانب كان عنده أخطاء موجودة عدد كبير من الحكام الأجنبي دخلوا يعني كان على آخر موسم حكم مصري كان رأس لنجة حكام كان بنا سواء فتاح يعني مش محتاجة الناس في حكام الجنين كتير من الأجانب دخلوا الفان ده كبيرة اشتاكت خاصة الأهلي اشتاكت بأخطاء كبيرة حصلت في آخر موسم كان عندنا مشكلة كبيرة في التحكيم في الفترة بتاعته هو آخر آخر موسم ليه فبالتالي هو اضطروا أن يكلوه ويستعنوا بخبير أجنبي كان ده السبب كان اللي بيدير الوقت قبل ماركري تليتنبرج أن مصري موجود وبالتالي ما ننجحش وكان التحكيم أياما فعلا كان فيه مشكلة في التحكيم بصورة كبيرة فقالهم جادت بقى ناخد تجربة جديدة تجربة أجنبي فجال مارك والتجربة اللي فاتت الأولينية والتجربة الثانية الدنيا الدنيا ما نجحدش سواء التجربة الأولينية أو التجربة الثانية ومعطقتش إن فيه تجربة ثالثة بقى يحمل أحوال لخبير أجنبي ثاني ما عطقتش إن حد هيفكر يكرر تجربة مرة ثالثة فاللي جاي مصري جاي مصري بس المشكلة هيجي إمتى؟ وإزاي نسان ده عشان ينجح هذه المشكلة أو هذه المعضلة الأساسية لأنه أنت أي حد يخش دلوقتي في الوضع الحالي ممكن تحرقه يتحدق دلوقتي طبعا طيب ولا إحنا جيبنا خبير تحكيب أجنبي عشان يشيل الضغط اللي هو لما نعوز ننطقت حد أو ننهجم حد هو منهجم واحد كمصد يعني آه آه هو دي حقيقة كان من ضمن الهدفة كانت موجودة إن الرجل يخش كمصد آه لكن للأسف المصد ما بيدارش يصد عادة يعني برضو الطاقة هتوصل غد فين وانت في الآخر أخطاء وراء أخطاء وراء أخطاء والناس كلها بتشتكي انت بتكلم على بيانات كم عشر أندية؟ أكتر من عشر أندية من الثمنتاشر نادي لا نسكت أستاذ أجايب البيانات لا كل يوم بيان حربة مش بيان كورة أنا بقول لك بص يا كريم هكلمك منتال أمان الناس اللي بتشتكي على فكرة بنطلب إن نحلل عندهم حق آه ماشي عندهم في أخطاء حكيمة موجودة آه هي طبعا البيانات انت بتتكلم على حدتها وقوة طب في النقطة هسألك فيها كابتن جاد فرضا حضرتك دلوقتي على كرسي رئيس لجنة الحكام تمام وجاء لك بيان من نادي سين أو صاد آه وقال لك إحنا معترضين على حالة معينة معترضين على مشكلة معينة وهيحصل هيبقى فيها أخطاء لو أنت رئيسة هيبقى فيها أخطاء يعني طبيعي طبيعي هي حاجة على فكرة حلو بس أقال لك في البيان بس أنا بطالب إنه الحكم ده ما يدليش مباراة تاني أو بطالب إن الحكم ده يتوقف أو بطالب إن الحكم ده يتعاقب إنت ردك على هذا الأمر يكون إيه بص هاور دواي بعمل مدرسة كويسة جدا في دورة الانجيسي أول حاجة أنا بعترف بخطأ حلو الحاكم أخطأ ما بعانيتش اللي أنا أحط لعقول يا جماعة ببيان أه نه الحاكم أخطأ الحاكم أخطأ بس ما بعالينش طوان عقوبته هيتعاقب هيستبعد عن مباراة القسم العالى هينزل القسم الثاني الحاكم أخطأ ما عنيتش في ده ما عنيتش الأندية ما ينفحش ما نفحش الناس كلها شاهفة أن الحاكم أخطأ وأنت تقول لها الحاكم صح ماشي أدي حاجة دي أول حاجة ماشي الحاجة الثانية طبعاً لما أنت تعمل كده بفيه رد فيها طبيعي النادي أه الرجل بيترف والرجل هيطور والرجل هيشتغل أنت هشتغل الأخطأك عشان ما تحصلش تاني ماشي لكن مش نفس الخطأ يتكرر بعد أسبوع تاني نفس الخطأ وبعدين بجد ما أقول حاكم تاني نفس الخطأ فالأخطأ مستمرة أولا ما بتعترفش الأخطأ ما بتوجهش حكامك ما بتصلحهش ما بتصلحهش الأخطاء الأندية شايفة ما فيش حاجة جديدة فبالتالي البيانات بتكتر وبتتصعد التزمر بيعلى الدنيا بتصعد فالدنيا بتبوس لكن أساس القصة إن تحول تبقى واضح مع الناس أتكلم معهم بوضوح طيب في سؤال مكرر من الأندية من المحللين والمقدمين والجماهير يقول لك واش معنى عقوبات الحكام ما بتعلنش زي ما بيتم أعلن حقوبات اللاعبين والمدربين وخلافهم ده موجود على مستوى العالم كل فيفا يواف التحاد أفريكي الدينة كلها الحكم اللي هتطلعون عقوبته الحفاظ على هبته وبالتالي ده موجود في كل حتة إنت هتعرف أنه متعاقب مش هتلاقيه مش هتلاقيه في ماتشات خلص أنت هتعرف أنه متعاقب بمنظر ده واعترف اللجنة بخطأها أو زي ما بيحصل في الدولة الإنجليزية منتهى الحرفية لما بيحصل حكم أخطأ أنا أخطأ عنده خطأ واعترفت بخطأ يعني عفكي ما جدلش أو ما طلعش بقى مصطلحات ما أنزل الله بابن سلطان عشان أبرر خطأ حكم الحاجة ده فكرة بتاعم هي اللي عملت مشاكل قبل كده مع إدارة مصرية فبالتالي انت طول الوقت تحاول تتعامل بالشفافية وضوح الأنديه هتقبل ده لأن ده ما حصلش قبل كده السلوب الإدارة تتحكين بالمنظر ده ما حصلش قبل كده اللي بيحصل طول الوقت أنت بتدفع وبتدفع في الباطل وده مش مطلوب مطلوب أنت لما عندي خطأ أعترف بالخطأ وأبدأ أصلح منه الأنديه هتحترم ده جدا والدنيا هتمشي بالمنظر ده والحكم اللي موجود عندك اللي موجود عندك حكامك هتقول له يعني الحكم الرئيس اللجنة هو اللي بيوصل لحكامه يعني عايز منك إيه صحيح وحكام المصريين أسكى حكام موجودين في المنطلة العربية وفي أفريقيا ببقارين اللي رئيس اللجنة بتاعهم يا جماعة عايز الأهلي زي الزمالك زي الإسماعيل اللون الفرنة مش فارغ معايا أنا في الآخر ينزل اللي تشوفه تحسبه صحيح الحكم هينزل العمل ده هينجح الأهلي على فكرة هياخد حقه ومعندوش مشكلة حتى لو خسر الزمالك لو خد حقه ومعندوش مشكلة حتى لو خسر وكل أندية كده لو عملت ده وطبقت العدالة بين الحكام نفسهم وبعض ونزلت بشفافية وبوضوح مع الناس بشغل واضح أنا بشتغل وبشتغل في الأرض بقى تدريب وتسقيف وبدني وفني أشتغل يعني مش مجرد أنا راح أعمل معسكر أصور